رجالة البيت مفيش اللايرين درامي اللي معرفش كزا ده بيدحك ولو ناسه يعني يوم ما نزل اعتذاري للجمهور اللي زعلنين من رجالة البيت انا ما نمتش من قدر اللي مكتوب على البتاع وبنشوفوه بيستغرق وبضرب كف على كف انتوا ليه بتقولوا كده ده المتسلسل جميل قوي على فكرة انا كنت لفسي هقول له حضرتك كده انا زعلت جدا انه كنت اعتذرته عن رجالة البيت انا رجالة البيت بجد كنت بشوفه بعد الفطار وكنت بحبه جدا واضح لان انتوا بتحترموا جدا اللي انتوا بتقدموه ومش عايزين تدايقوا حد فاعتذرته حضرتك واحمد فاهمي واكرم وكده بس انا شايفة ليه اعتذرته ما ده نوع مختلف من الكوميديا وكان ناجح وكان موجود في رمضان يعني حيضا كنت مشارك في خيانة عهد ده نوع رجالة البيت ده نوع واتنين في الصندوق نوع تاني فليه اعتذرته يعني ليه جالكوا وقت في لحظة او اتكلمت ايه اللي حصل؟ تكلمتوا مع بعض حسيتوا انه لازم تعتذروا للناس عن رجالة البيت انا في صحفي بيكلمه ده انا بحبه او يا استاذ بايومي والله اللي بحبه جدا بافهاته بحالاته بقعدتكوا عكنا بقى انا انا كان عجبني جدا يعني شايفانه كان زي رشة بارفا كده لزيزة في رمضان والله مش مجاملة على فكرة ربنا بارك لك انا عارف والله ربنا اخليك انا انا في صحفي كان بيكلمني عن خانية عهد والحمد الله بيتكلم عن ردود فعل الناس وانه هو مبسوط يعني الكلام ده بعدين تطرق ليه رجالة البيت فبيقول لي انت ردك ايه عن ردود الافعال السلبية تجاه رجالة البيت فقول لي اللي انا قلته لكل جواد مكبوة احنا اسفين وبناعتزر للناس اللي مش عجبها المسلسل. حد بيقول لي ايه وايوم انت السندي كنت وحش اوي هقول له ايه انت مرد فهمش اقول له انا اسف. انت جميل اوي ايه ايه. 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 ففي جمهور مش عجبها رجالة البيت دولناس فوق دماغي. طبعا. لازم اقول لهم انا اسف لكل جواد مكبو ده لانا قلته بارح مزود وهنا كنا كنا سخفة. يعني حتى لو انا راجل الى هذا الحد الشفافية او الكلام ده. والاحترام. والادب. اغلط في نفسي مغلطش في زميلي. يعني ما قدرش اقول كنا سخفة. مم. لا اقول معلش تسمحون انا كنت سخيف او دم تقيل. لكن هو كتب كنا سخفة ودمنا تقيل. لا انا ما نفعش اقول كده. مم. وقال احنا في رمضان. ده صحفي غير امين على قلمه. بالزبط. غير امين على المعلومة. بالزبط. وانا كلمت جماعة صحفيين زميلي وقالوا لي. يعني عندك حق. واحنا شفنا التسجيل. وسمعنا العصد التسجيل. والكلام ده. انت عندك حق. وناس بقى قد هتقضيه. وناس قد هتعمل. عشان كده في صحفيين كتير بيزعلوا. ان احنا لأسف شديد بنعتذر. لان يعني بقدر المشاكل اللي احنا شفناه في حياتنا من الصحفيين. بجد. وقدر الناس المحترمة اللي ممكن تساعد ممثل او تقول الكلمة الحقيقية موجودين. لكن انا معرفش هما ليه بيعملوا كده. بالزبط ازي انت بقولت من شوية. احنا آآ في حاجة كتير قوي بنعملها اللي هي ببقى معات عرضها بعد الفطار بباشرة. آآ بيسموها ايه? يعني. وكانها الحلويات. انا اسف للتشبيه يعني. اللي ما بعد الاكل. الفوزير يا جماعة بتاعت شريهان ونيلي والكلام ده مش عارف ايه. بقى كانت حاجة خفيفة لدرجة فيه ناس كان بتتعامل كتير جدا على ان الكبير اوي هو بديل الفوزير. مزبوط. مم. وفيه ناس كتير كان بتقول لنا مش كفاة كبير اوي. او حاضر افن خلاص ابو مكي خلاص. مكي على فكرة الناس بيقولوا لك كفاة كبير اوي. طب يا فنبي احنا اسفين كفاة كبير اوي. سنة اللي بعدها. فين يا جماعة الكبير اوي? طب احنا نرضي حضراتكم ازاي? عشان كده بيقال ان احنا شعب بيقولوش كتالوك. رهيب ايه. ودلوقتي عايزين الكبير اوي تاني. طب احنا ايه? احنا ليه كل حاجة يعني الحاجة وعكسها في نفس الوقت. فيه كتير جدا عندنا الموضوع عنده عامل كده وفيه للأسف شديد سامحوني يعني في ان فيه خلف تعرف بقى. اه انا انا بعض تاري على ابني ابني في معد سينما قسم اخراج كتير نبعدين كلنا انا والايلة يعني انا وامه اخواته والكلام ده متفقين على حاجة. يخش هو في ديها يقول لا لا مش حلو. فاني عودة تاري يقولي اوه ستايل. بقى عودة تاري على المسألة دي. اللي هو زمان اوي كان على عيابنا نقول خلف تعرف. اللي هو يبقى كل الناس بيقولوا ايه جعلي دي جميلة جدا. فحد يخش يقولك لا مش جميلة على حال. فهو كده بقى ستايل. للموضوع. فهو فيه كده. للأسف شديد فيه كده يعني. فهو تلاقي اه مش كفاية كبير مش حلو. خلاص احاضر. اه. مواصلة مهمة ترومومترينا زي يتقالي. الجمهور ده هو اهم حاجة في الدنيا. هو اللي بيطلع نجبه هو اللي بينزب بيخسف فيه الارض وهو كل حاجة. بايومي فؤاد لما شفت رجالة البيت او لو لحيات اتفرجت عليها انت قيمتها ازاي? من قيمت على الحاجات اللي عملتها في حياتي. يا حياتي. والله العظيم انا كنت بحب هذا المسلسل حب. بس ده ما يمنعش ان فعلا رد فعل الناس السلبي اثر علينا جدا. دايقكم. دايقنا. دايقنا على نفسنا مش دايقنا منهم. مم. دايقنا لنفسنا واثر على فهمي واثر على اقرم واثر على الاخرام واثر على الانتاج واثر على حاجة كتير جدا. رد فعل الناس. بس هو احيان كتير جدا زي اقول لحضراتكم في فيلم سينوا من بعدين مستنيين من قدر التعب والصرف والجهد وكل الكلام ده ان هو هيقصر الدنيا في الشباك. مم. بحصلش. وفي الم تاني ممكن يو وعد مسلا ما عرفش ايه ويبقى مش متوقع له اي حاجة في الدنيا ويقصر الدنيا. مم. فهي حسابات دي حاجات بتاع تربيني سبحانه وتعالى.